كما استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة معالي الشيخ خمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في مقر إقامته بقصر الشيخ حمد بالقذبية وتطرق الحديث للتعاون الثقافي إضافة إلى مناقشة دور المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المرحلة القادمة وعمله على انتداب خبراء لمعاينة التراث العالمي المهدد بالخطر ومنه إرسال المركز لمهمة خاصة يقوم بها خبير فرنسي لمتابعة حفظه وصون الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية والتي كانت تعرضت لتفجير العام الماضي وقالت معالي الشيخ خمي بنت محمد آل خليفة إن هيئة البحرين للثقافة والأثار تعمل على تعزيز التبادل الثقافي ما بين البلدين عبر استخدام كافة الوسائل وفي مختلف مجالات الآثار والتراث والفنون وغيرها كما أكدت معاليها أن ثقافة هي الخط الأول للدفاع عن منجزات الوطن وهي الوسيلة الأنجح لبناء مجتمعات إيجابية تستطيع تجاوز الأحداث والأزمات الراهنة في بعض البلدان العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر